نحن قلقون جدا إزاء الوضع في اليمن ولا سيم الجوع شهد الوضع تدهورا ولم نرى أي تحسن خلال العام الماضي في الواقع نصف عدد سكان اليمن يفتقرون إلى المياه النظيفة ويعاني ثلث عدد السكان من الجوع أو النقص في الغذاء الوضع خطير نحن قلقون أيضا إزاء كيفية تعامل اليمنيين مع الوضع في بلدهم فقد تضاعف عدد العائلات التي تلجوا إلى الاقتراض لشراء لقمة العيش وقد قامت العديد من البلدان بتعهدات كثيرة من أجل اليمن نحن مسرورون بذلك وما نريد رؤيته هو ترجمة هذه الوعود إلى أفعال ورؤية خطط ملموسة لتلبية حاجات الناس العاديين